تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخرين للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اختتم الموسم 2020-2021 القدرة بعد ختام السباقات الأخيرة للموسم في قرية البحرين القدرة وسط مشاركة واسعة من الاستبلات والفرسان في السباقات الدولية والتأهيلية التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وشهدت قرية البحرين الدولية للقدرة منافسة متميزة في مراحل السباقات الدولية لمسافة 120 كم وسباق 100 كم إضافة إلى سباقي 80 كم و40 كم تأهلي محلي وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بالغ سعادته بالنجاح الكبير الذي شهده موسم القدرة 2020-2021 في ظل الإقبال الكبير على المشاركة والمنافسة القوية التي شهدتها جميع البطولات طوال الموسم مبينا سموه أن هذا النجاح دافع كبير في مواصلة تحقيق أهداف رياضة القدرة والمضي قدما في دعم الاستبلات والفرسان وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تنظيم السباقات التأهيلية الدولية والمحلية يدعم للإستبلات والفرسان الذين حرصوا على المشاركة الواسعة والحرص على تقديم مستويات متميزة على الرغم من الأجواء المناخية التي رافقت السباق والتي تؤكد قوة وقدرة الفرسان على تحمل هذه الظروف في السباقات ما كان واضحا طوال مراحل السباق مبينا سموه إصرار وعزيمة الفرسان والخبرات الواسعة التي يمتلكونها واكتسبوها من السباقات الماضية ونوها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفترة القادمة ستكون حافلة بالمشاركات الخارجية لرياضة القدرة البحرينية وسيسعى الجميع لبذل الجهود لتحقيق أفضل النتائج وتأكيد مكانة هذه الرياضة على المستوى الخارجي عطفا عن النتائج البارزة التي تحققت في المشاركات الماضية وأوضح سموه أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة جنى ثمار العديد من الأهداف التي وضعها مشيدا سموه بجهود اللجان والحكام الذين بذلوا جهودا كبيرة في إخراج الموسم بأفضل صورة تنظيمية والدور الهام الذي قامت به جميع اللجان في السباقات الأخيرة للموسم الأمر الذي وفر جميع أسباب النجاح ترجمة نانسي قنقر